اكثر من 2300 نازح خلال شهر فقط مسلسل معاناة النازحين في اليمن لا يكاد ينتهي منذ بدء الحرب في البلاد قبل تسع سنوات بل تتوسع دائرة المأساة في هذا الملف لتصل لمراحل من المعاناة لم يشهدها اليمنيون من قبل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين قالت بأن مستوى النزوح الداخلي في اليمن سجل زيادة في اكتوبر الفائد بمقدار 69% عن شهر سبتمبر الماضي وذلك بتسجيل نزوح 2397 شخصا اغلب حالات النزوح المسجلة خلال شهر اكتوبر كانت في الحديدة بنسبة 27% تليها محافظة مارب بنسبة 17% ثم تعز بنسبة 14% ومحافظة تائب وحضرموت بنسبة 8% لكل منهما تسع سنوات عان فيها النازحون اشد انواع الويلات والمآسي والتي تتوزع على كافة جوانب الحياة من فقر وجوع ومرض وفقدان للمأوى ولم يقتصر الامر عند احصاء الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين في اليمن لهذه المعاناة منظمة الهجرة الدولية لفتت في تقرير اعدته مؤخرا لتتبع النزوح انها رصدت نزوح اكثر من 9000 اسرة خلال الفترة بين 1 يناير الى 4 نوفمبر من 2023 حيث وان عدد النازحين الداخليا يتزايد بشكل لافت منذ بداية العام الجاري مشيرة في ذات الوقت الى توسع دائرة المعاناة خاصة فيما يخص عدام الامن الغذائي الذي يعانيه النازحون منذ اشتعال الحرب في البداية اشتركوا في القناة